بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا دايما لما بنيجي نتكلم مع المقبنين على الزواج واحنا خلاص استقررنا ان يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة ومش لازم يكون أصحاب السعادة بس المقبنين على الزواج ولا اللي في سنة أولى جواز ولا حتى حديث العهد بالجواز لكن كمان احنا كلنا ممكن نكون أصحاب السعادة في جوازنا ده ايه اللي حاصل بنقول لهم ايه في أول ما يجوننا عشان يتدربوا وهم مقبنين على الزواج بنقول لهم بس في مفهوم كده حصل في ربكة احنا لازم نصححه ايه المفهوم ده ان الجواز شركة ان الجواز شركة ده عمل عند الناس كتيرة ان يخلى الجواز يتحول إلى بيزنس يعني ايه بيزنس ما تستعجلوش مش بيعه شيرة بس البيزنس مش بيعه شيرة بس لكن الجواز يتحول إلى بيزنس بمعنى ان كل واحد فينا مرتب انه عنده أرباح وعنده خسائر فإذا الجواز خسائره زادت يبقى الجواز مهدد وإذا أرباحه زادت يبقى انا لو خدت مقابل يساوي اللي انا دفعته سواء الزوج او الزوجة يبقى الجواز كده مش صح انا تعبت اقول للناس الجواز مش شركة الجواز شراكة الجواز مولود جديد يعني ايه الجواز مولود جديد؟ الجواز مولود جديد يعني حاجة بتتولد ومحتاجين نرعاها محتاجين نحتضنها محتاجين نشتغل عليها وده معناه ان الجواز شراكة مشاركة مش شركة مش شركة كل واحد فينا بيحسب هو قد ايه بيربح وقد ايه بيخسر طب ايه الفرق؟ ايه الفرق ان الجواز شراكة او الجواز مشاركة بين ده وبين ان الجواز شركة ان احنا لما نيجي نتعامل مع الجواز على انه ببساطة خالص شراكة هنقدر نفهم مفهوم حلو قوي مفهوم ايه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة بانه انا ثالث الشريكين انا ثالث الشريكين فساعتها يبقى كده في مشاركة فايه اللي يحصل في المشاركة؟ نقدر نفهم قوله تعالى من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة وجعل بين لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى ساعتها نعرف ان المودة والرحمة دي موجودة لان الرحيم لان الودودة بيننا فنتشارك فنمتزج فتبقى الحياة في منتهى السعادة ومنتهى النعمة ساعتها الجواز بيبقى نعمة ليه؟ لان ساعتها وجعل بينكم مودة ورحمة ليه جعل بينكم مودة ورحمة؟ لانه هو الذي يقلف بين قلوبكم ساعتها نقدر ما نتخنقش على الادوار يعني ساعة ما نفى من الجواز مشاركة مش هنتخنق على الادوار لاني على فكرة كل دور حتى لو كان دور الرجل بتسنده في المرأة فتبقى شركته في الأجر كل دور ولو كان الدور ده دور خاص بالمرأة بيساعدها فيها الرجل فيكون شركها في الأجر ايه ده؟ ده معنى جديد لمسألة الزواج ان حتى لو كان الدور ده دور رجل او دور امرأة فالتاني بيساعده وهو دوة التشبيك وهي دي المشاركة اللي هنجدها في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راع وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ويه مسؤولة عن رعيتي يعني المرأة اذا كان الزواج بينفق على اهل بيته فالمرأة كمان بتساعده في ده فتكون شركته في الأجرب في ان هي ما تسرفش بان هي تجعل البيت اكثر امانا وتجعل البيت اكثر رخاءا وتجعل البيت اكثر رفاهية بان هي تدير هذه النفقات بشكل يحقق اكبر تنمية للأسرة واكبر تنمية للبيت ايه دا؟ يعني الزوج اللي هو تعب وشيء وجاب الفلوس دي الزوجة بتكون شركته في الانفاق عندما تساعده في ازاي نوزع مصروف البيت بما يسد حاجتنا ايه دا؟ هو لما حد بيساعد حد بيكون شريكه في الأجر؟ نعم ودي شيء مهم جدا وهنا بقى نلاقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يبقى لما كان الصحابة بيوسف رسول الله انه في مهنة أهله انه كان مشاركا لأهل بيته في أعمال البيت اللي هو دور في الحقيقة دور معظمه دور بيكون خاص بالمرأة لكن حضرت النبي كان يشاركهم ليه؟ عشان يكون شاركهم في الأجر ايه دا؟ بس احنا كده كنا فاهمين ان فيه أدوار للرجل وأدوار للست محدش يجنب يجنب الأدوار دي ومحدش يجنب الأدوار دي وكل واحد يقول انا ملزم ومش ملزم كل الكلام كل الكلام ده اللي ما بيعبرش عن سنة رسول الله ولا عن هدي رسول الله جاي من ان احنا مش فاهمين ان الجواز مولود جديد ما اظنش ان الأم لو تعبت والمولود الجديد ده بشكل او بآخر حصله ان هو محتاج يتغيرله او محتاج ان هو حد يأكله اظن ان الرجل على طول بيقول ما بيجيش بيقول ان ده در للمرأة او در الرجل بيساعد على طول اقول لكم حاجة لازم لواحد يقعد مع شريك حياته ويتفقه على ان احنا مع بعض والجواز ده مولودنا الجديد فلازم كل واحد فينا يتعلم من التاني في حاجات بيتعلمها الرجل من الست وفي حاجات بيتعلمها بتتعلمها الست من الرجل ايه ده؟ ده مقتدر مشاركة انا بأسس فكرة التعلم المتبادل في البيت في حاجات بيتعلمها الرجل من الست يتعلم ايه؟ يتعلم الدقة في مسألة النفقات الرجالة كتيرا بيتدايقوا من الستات ان هي تيجي تقوله طبعا نعمل ده ليه؟ طب ما نأخر ده؟ طب نجيب ده فيتدايق جدا فهو لازم يتعلم لازم الست كمان تتعلم من الرجل ان مسألة السرعة في ان احنا نتعامل مع المشكلات ونتخلص مناه فالزوج بيتعلم من الزوجة والزوجة بتتعلم من الزوج لازم نعرف ان البيت بيطير بجناحين جناح المرأة وجناح الرجل والاتنين جناحهم ماينفعش الاستغناء عنه لان هو ده مقتدر الشراكة لازم يشتركوا مع بعض في التفكير والتعبير عن احتياجاتهم فهم يفكروا في الحاجات مع بعض ويفكروا بعض بالحاجات الحلوة عشان يمتزجوا مع بعض ويعيشوا مع بعض وفي حاجات حلوة انا شفتها كتير مع شركاء الحياة انا شفت ان الرجل دايما بيقول للست الحاجة دي لو انها تعملت كده ممكن يبقى احسن فالست تسمع كلامه وساعتها يتأسس مفهوم اسمه الطاعة الطاعة الرشيدة الطاعة النبيلة ويبقى الزوج برضو مسؤول فتقوله لو عملت كده فيشوفها ان دي مناسبة جدا فيبقى كمان في حاجة اسمها الرعاية النبيلة من الزوج لازم نعيش ده مع بعض ولازم نعيش مع بعض ذكريات حلوة نكررها مع بعض ونصغها بشكل صحيح ولما نعملها دي بتفضل حياتنا مع بعض مليئة بالحب والهنى الكلام ده مش حلم الكلام ده علمهن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما شارك السيدة عائش شاركها ايه شاركها بعض الذكرات الجميلة بالنسبة لها ان حضرة النبي سابقة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان يتكلمها عن بعض الحاجات المتعلقة بالحديث عن النساء والحديث عن الازواج فيعمل كده احنا لازم لازم الازواج يعرفوا ان الجواز بيمر بمراحل فلاقي مثلا بعض الازواج بتشتكي انه مش عارف ازاي ارضي زوجتي ومش عارف ليه مش حاسة معايا بالامان فلما ده يحصل اتكلم عن مميزات ومحاسن شركة حياتك عن الحاجات الحلوة اللي عملتها في حياتك عن الشراكة اللي ممكن تتحقق لو انتو الاتنين كنتوا مع بعض فيه اشكال كتيرة من الشراكة ممكن تحصل في الزواج ممكن منها الشراكة المعرفية الراجل عنده خبرات بتحصل له والمرأة عندها خبرات بتحصل له يحصل تبادل المعلومات وياريت يبقى عندنا شيء بنجمع فيه خبراتنا الستة هي الحقيقة ممكن نسميها السندوق الاسود بتاع البيت عارفة كل تفاصيل البيت فتبدأ تشاكرك زوجها المعلومات والخبرات اللي بتحصل لها في البيت واحنا هنا مش عايزين نعلم بعض ان احنا بنتبادل الخبرات والمعلومات كأننا في حالة دراسة لقى بنتبادل الخبرات والمعلومات عشان نعمل حاجة بكفاءة اكتر وبرشد اكتر اكتر من كده كمان الشراكة في العواطف والمشاعر ده من السنن الزواجية اللي بتخلي الحياة مع بعض حياة محمدية حياة ليه علاقة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر نذكر من ده من صورة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر للسيدة عائشة ولزوجاته الحاجات الحلوة اللي حصلت منها زي ما مثلا حصل ده مع السيدة خديجة يقول عن السيدة خديجة لقد صدقتني حين كذبا للناس وقاستني بمالها ومالها حين منع الناس يبقى دي مشاركة المشاركة دي بتخلي شريك الحياة وانت بتشاركه مشاعره بتخليه يبقى في اوج حياته الزوجية وبيحس ان انتو الاثنين حاجة واحدة لازم تعرف ان كل واحد بتشوفه يمثلك قيمة مختلفة ومضافة ويسلام على زوجتك ويسلام على زوجك اكيد بيمثلك قيمة مضافة اكيد بيتمثلوله قيمة مضافة لما تعبروا عن ده الشراكة بتبقى افضل ما يكون حضرت النبي يقول لي السيدة عائشة السيدة عائشة تيجي لها يجي لها صدوى فتقول وا رأسها فيقول بل انا وا رأسها يا عائشة عايز يعمل ايه يشاركها مشاعرها مجرد ما الست حست ان زوجها حاسس بمشاعرها وحاسس بحسسها ومجرد ما الزوج بيحس ان زوجته حاسه بقد ايه هو جاي تعبان وقد ايه هو جاي ومحتاج ان حد يقف جنبه قد ايه بيخفف دامن عليه وكمان الشراكة المهارية ان احنا ممكن نشارك بعض في مهارة معينة زي مثلا لما الزوج يتعلق ويشارك زوجته في مهارة المذاكرة للأولاد او الزوج يشارك زوجته في ان ازاي نعمل حاجة فيها الدخار للبيت ازاي نعمل الحاجات اللي ممكن تعمل توفير في الموارد كل ده مهارات ممكن نتشارك فيها مع بعض هو ازاي يعلمها ان ازاي الحاجات دي نستثمرها في انهي وعاء استثمار يكون احسن المعلومات دي مهمة جدا في ادارة الحياة ولما بنتركها الحياة بتبقى صعبة وبتزيد الفكوة بيننا فادارة الاعمال وادارة اعمال البيت عبارة عن تجارب ومهارات لو حد يتعامل مع زوجته كده هي هتحس ان المهارات بتتبادل ما بينها وبينها بينه وبينه وهو بيفهمها ان ازاي ده ممكن يكون لو احنا ابتدينا نزود مواردنا افضل ما نتدخر هي افضل ما نوفر من الموارد لكن نزود مواردنا ونعمل حاجات كتيرة ونستثمر فلوسنا هيبقى افضل بكتير من ان احنا نقلل النفقات كلام كتير الكلام ده هتح يخلينا نقريبين من بعض لذلك الست ممكن تزعل جدا لو هي تعلمت مهارة جديدة والزوج ايه اللي حصل والزوج ما خدش باله منه ما خدش باله من ان هي تعلمت مهارة جديدة ان هي ازاي تتكلم معاها او ازاي تتعامل معاها او ازاي تعمله حاجة في البيت تدخل السرور على قلبه او حاجة حاجة في نفسها نفسها لو عملت اي تفصيلة جديدة وهو ما خدش باله منها هي بتزعل فهو لازم يعبرها عن اعجابه عشان تتحول هذه المهارة الى مهارة مستمرة في حياته لازم نتعلم مهارة دعم الازواج دهما الازواج خصوصا في فترة التعامل مع الازمات والمشكلات عجز الاباء في تربية ابناء ام احد اسباب ان هما ما بدأوش الحياة بتبادل المهارات والمشاركة المهارية بدري التبادل المهاري ده ممكن في وقت من الاوقات بيكون جزء من مكافئة الطرف الاخر زي مثلا طرف بيقول للاخر انا عملت كذا وكذا فيرجع الطرف الاخر يقول له طيب انا بقى هقولك حاجة حصل كذا وكذا وكذا يا سيدي اشكره امدحه مش لازم تقول له انا كمان عملت كذا وكذا وكذا امدحه فتكون بالطريقة دي انت تبقى حاولت تثبت المهارة فيه وبعد ما تقوله كده اقوله انا كمان انا عملت كذا وكذا 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 يقولك دي حاجة كويسة ويحصل المكافئة من الطرفين واهم من انواع من انواع الشراكة الشراكة الدينية ومشاركة في المعاني القيامية والاشياء الدينية وان احنا نقرأ جزء مع بعض وان احنا نستصدق مع بعض احنا نصلي مع بعض الامور دي مهمة جدا نقرأ حديث من الحديث الرسول الله سلام ونجلس نتدبر فيه مع بعض كل الكلام ده مهم جدا 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 ان احنا نعمله مع بعض احنا نقول شوية اجراءات ممكن الاجراءات دي تساعدنا على ان احنا نبقى عندنا مشاركة انا بحب يبقى عندنا حاجة اسمها ايه ديوان في البيت كده او دفتر في البيت اسمه دفتر السعادة الدفتر ده بنعمل فيه ايه بقى كل واحد فينا شيء بيمتني بيه لزوجه او بتيمتني بيه لزوجها على حاجة عملها في البيت والبيت هنا تقدم وساعد وفرح يبقى كل واحد في الدفتر ده يحط ملف من الملفات اللي استفاد فيها من شريك حياته وساعتها هيبقى ده شيء في غاية الاهمية ان يحصل ده الدفتر ده مهم جدا لهذا البيت الدفتر ده بيخلي البيت يحس انه كل واحد عمل قيمة اضافية في البيت وساعتها ساعة الخلاف وساعة الزعل الزعل ممكن نطلع ده ويمتني كل واحد فينا للتاني انه هو عمل التقدم ده في البيت ده اول خطوة الخطوة التقدم حتى لو كانت الاشياء دي اشياء بسيطة حتى لو كانت الاشياء دي اشياء تتعلق بشكره على حاجة انه هو كان داخل في حالة اكتئاب وهو قال له كلمة حلوة او ابتسام له فالابتسامة دي فرجت عنه يومه ده الدفتر ده هو تطبيق عملي لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الدفتر ده لو موجود في بيوتنا كل واحد فينا هيعرف امت التاني وساعتها مش كل واحد فينا هيبتدي يصغر من التاني لانه هيحس بامته قده لازم لابد في توقيت يكون بيننا التوقيت ده توقيت حوار لازم نتشارك ونتكلم عن المستقبل والسعادة والتوقيت ده يبقى توقيت مقدس التوقيت ده نعط فيه نص ساعة كده بنتكلم عن المستقبل والسعادة التوقيت ده توقيت المشاركة بنتكلم مع بعض لان من غير التوقيت ده ومن غير الوقت ده احنا امتى هنكون مشتركين مع بعض وامتى تفكيرنا هيبقى واحد النص ساعة دي مأخوزة من سنة رسول الله وهو بيتكلم مع السيدة عائشة والسيدة عائشة بتحكيلها عن خبراته عن خبراتها وهو بتحكيلها عن 11 قصة ما بين زوج وزوجة و11 نوع من أنواع الأزواج فرسول الله صلى الله يكلمه على ان النوع اللي احنا ممكن نشترك فيه هو نوع أبي زرع أو نموذج أبي زرع وأم زرع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركها كمان الرسائل المتنان اللي ممكن كل واحد فينا يبعطها للتاني كل يوم لازم نبعط رسائل المشاركة أنا والله ممتنة ليك إن انت علمتني النهار ده كذا وأنا ممتني ليك إن انت علمتني كذا إوة حد يقول إن الكلام ده طرف الكلام ده تواجبات الكلام ده حقوق الكلام ده الحقوق والواجبات مش هي الفلوس ومش هي غسيل المواعين الحقوق الواجبات هي الحقوق القلبية والنفسية الحقوق الواجبات هي حقوق الأخلاق لازم نرجع تاني البيت ده مليان بالأخلاق الحميدة والأخلاق الكريمة لازم البيوت تفضل مليانة دفء ومليانة حب ومش هيحصل غير بدا احنا عندنا جروبات للواتساب للبيت نبعث الرسالة دي كل يوم كل واحد يقول لي أنا عبهت ومش هيترد علي هيترد عليك ولما هيترد عليك هتحس بالراحة وبالسعادة لازم كمان ببساطة خالص نقعد كمان في يوم بنعمل فيه شيء جديد كل اسبوع لازم نقعد مع بعض وقت ولو يكن ربع ساعة نصف ساعة نعمل حاجة جديدة حاجة مش معتادة عشان يفضل المشاركة احساس بان هي بتدخل علينا السعور والسعادة وتعالوا دايما كل يوم نفكر بعبادة جديدة ممكن نعيش فيها مع الله حتى لو كانت العبادة دي ان احنا نقعد بس نتأمل في نعمة من نعم الله وبعدين كل واحد فينا يكلم التاني يقول له والله انا تأملت نعمة من نعم ربنا ان من نعم ربنا ان احنا قدرنا نوصل لقدر مشترك بنا مع كل التحديات اللي حصلتنا من نعم ربنا ان بيتنا لسه زي ما هو متماسك قلوبنا على بعض من نعمة ربنا علي ان انا بحبك وبخاف عليك ومن نعمة ربنا ان انت عمرك مهرجع رحتين بكلمة وحشة ومن نعمة ربنا ان انت دايما بتخاف علي بتحفظني وبتخاف علي من كل حاجة ويرجع العبارة اللطيفة انت بتخاف علي من هوى الطاير ساعتها هنحس ان البيت مولود جديد لما بيبتسم قلوبنا بتنشرح ولما بيتحرك قلوبنا بتطير في السماء البيت كلها محتاجة ان احنا نعيش مع بعض بالمشاركة بمفهومة الصحيح مش المشاركة بمفهومة الخشن المشاركة ممكن تكون جناحين نطير بيهم في سماء النعمة تعالوا نطير الى ربنا سبحانه وتعالى بسماء النعمة بالمشاركة بمفهومة الصحيح مش المشاركة بمش فهومة الجارح يا رب اللي همنا ان احنا نفهم دايما نعمة الزواج بنورك وببركتك ومددك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا دائما في نعمتك وفي وجودك يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نرجع لحضراتكم عشان نستقبل أسئلتكم ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل دا جانا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم من باركة فيمتد مجلس العلم ومجلس النور ونفضل دايما في حضرة مولانا سبحانه وتعالى واسمحوا لينا أول سؤال معانا أستاذ أستاذ الحجة معادل معادل القاهرة الحجة معادل الحجة معادل سلام عليكم إزاي حضراتكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته الله يعز حضراتك يا حجة طب حجة معادل أنا أتمنى على حضراتك بس حضراتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون حاضر أنا وطيت التلفزيون خالص أهو طيب يلا اتفضل يا حجة معادل أنا دلوقتي عندي سبعين سنة ما شاء الله ليس شابة يعني لا خلاص بقى ربنا يبرك وعملك وديك السحة وعمل مصر رجبة وعندي ردروف في ظهري وفي مفاصل كلها وعندي ابن الوحيد دلوقتي عنده خمسة وتلاتين سنة وويس وبيشتغل سواق وويس وجودته وحصل انفصال بينه وبن مراته وقاعد معايا طيب اقول له مثلا لو قلني حاجة يا ابني ولا ديلي حاجة لا انت خنقاني انت عاملاني انت تقرفاني انا عايزة موت واسيبك كده الحاجة التانية انه كان مربي دانه وكان بيحضر للشيخ حسان والشيخ يعقوب وروح يعتكس معاهم وروح يصلي الفضر حضر في الجانع طيب وبعدين في الوقتي ولا بيسوم ولا بيصلي ولو صلى يصلى يوم الجمعة بس يا زان الجمعة وبقاعد اليوم ما يصليحش ويفضل قاعد طول الليل على النت يا شير طيب اقول له يا ابني اقفل النت وبلاش النت قوم صلي وقوم طول يقول لي مش حطوب وبعد عني وغير من وشي ويقصر لي العفش ويقصر لي الدنيا طيب حاجة هو بيشرب حاجة بيشرب اه طيب يا حاجة بيشرب وبيعض على القهوة وبيعض مع شلة فازة طيب خليني انت عايزة انا اكلمه حاجة انا اكلمه حاضر حاضر يا حاجة بص يا بص بص يا ابني العزيز بص يا ابني العزيز ما ممكن ما يكونش هو عادل يعني بص يا سيدي انا عايز اقول لك حاجة النمط اللي انت تعلمته في التدين دوت مش هو اللي بيوصلك الى معرفة الدين الحقيقي ولا هو كمان اللي بيساعدك على انك انت تدخل على الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لك حاجة ربنا سبحانه وتعالى فكرة ان هو رزقك دي ولا ان خلقك دي ولا ان حياتك دي ما لايش دعوة لا بولدتك ولا ليها دعوة برزقك ولا ليها دعوة بأي حاجة هل ليها دعوة بعلاقتك بربنا انت قلبك معلق بالله ولا لا التدين ان انت كنت بتتعلمه كان دايما بيقول لك ان المسألة مسألة تجارة مع الله يعني ايه تجارة بتتعامل مع ربنا التاجر وحشاء ان يكون تاجر ان سبحانه وتعالى هتديله وهيديلك فلما ما ادلكش انت حسيت ان الدين ملوش فائدة لا يا حبيبي الدين ده احلى حاجة فيه ان انت تبقى هين لين سهل وبعدين انت عندك كنز من كنوز عندك الست الحاجة المعادل دي ده الجنة تحت اقدامها انا مش بكلمك على الحديث انا بكلمك دلوقتي على ان دي اللي انت بترحم من اجلها والدتك دي باب واسع من ابواب الدخول على الله لو تعلمت ان انت توسع خلقك فيها وتعبد ربنا فيها ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك كل ابواب الرحمة وكل ابواب السعادة الساعة ولا الساعتين اللي بتقعد معها عشان تسعدها ولا تخدمها دي ساعتين من الجنة وقضى ربك قال لا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد ان هو مايروحش للجهاد ويخدم ابوه امه انت عارف يعني ايه لان يدود باب الجنة شهودك لنعمة ربنا في موالدتك زي شهودك لنعمة ربنا لما الواحد بيكون جندي ويستشهد من اجل وطنه زي ما هنا بيشوف الجنة اللي بيخدم والدته بيرعى والدته وبيرعى والده بيشوف الجنة عايز تبقى انسان راقي اخدمها ورعاها مهما كانت هي لان الله سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويرزقك برزقها هيرزقك برحمتك بيها الله سبحانه وتعالى بيرحمنا بما بقي من دعاء ابقنا وامهاتنا عايز ترحم وتخرج من اللي انت فيه عندك باب من ابواب الرحمة وبعدين هي بتؤمرك بايه وتؤمرك بتاعة ربنا اللي انت فيه دوة لان انت حسيت ان الدين ده ثقيل عليك لا فيه دين تاني لان اللي انت تعلمته على ايد الناس دي ما كانش هو باب ربنا كان هو باب ان انت تحس ان انت افضل من غيرك فلما كشفت لك الحقيقة ان انت عبد وفقير الى الله ما قدرتش تكمل لا احنا فقر يا ابني واحنا بنستمتع بفقرنا لله وبنتلزز بفقرنا لله يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله ادخل على الله من باب الفقر وباب الاحتياج وصلي وانت فقير وصلي ان انت محتاج الى الله وقل له يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي ما تسبنيش لي ما تسبنيش لي لان انا لو سبتني لي عضيع وانا ملكك والملك لا يفرط في ملكه انا عبدك وانت وعدتني وقلت انما الصدقات للفقراء والمساكين وانت وعدتني وقلت اليس الله بكاف عبده انا مقر لك بالعبودية فيا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي صدقني يا ابني انت ممكن تبتدي بداية جديدة مع ربنا واول بداية تبتديها مع ربنا من الباب الجنة الواسع اللي هو باب والدتك روح دلوقتي بوس ايديها وقول ورايا توبتوا الى الله وعزمتوا على ان لا اعود الى معصية ابدا والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول وكيل معنا الاستاذ عبدو من المنصورة الاستاذ عبدو ايا مع حضرتك تفضل الاستاذ عبدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الاستاذ عبدو نعمة وفضل الحمد لله جزاك الله خيرا معنا وعنك يا رب الله يرضى عنك تفضل ربنا براك في حضرتك انا كان ليا بس سؤال بسيط عندي حضرتك تفضل يا سيدي انا عندي بنت عنديها 27 سنة خرجت ازهر ومحفظها للقرآن وكل ما يجي لها حد بترفض بترفض طيب حد انتو مؤسكنين في القايرة ولا في حمام صورة طيب سيدي هي بترفض هي بترفض لان هي عايزة تخرج من تخرج من مكان الى مكان تاني ولا هي بترفض ليه والله ممكن يكون مش في المستوى مش في المستوى هو مش تناسب ليها او محفظ مستوى طيب يبقى رفضها مبرر يا حج عبدو رفضها مبرر وراه ما تضغطوش على البنت ما هي برضو ما هي دلوقتي 27 سنة برضو 27 سنة يا سيدي 27 سنة ان شاء الله 27 سنة خير وبركة ونور والله انا مبادرت علينا شي مش عايزة اقولك حاج عبدو عيني في عينك كده سيبها يا سيدي والله عيني في عينك خطر سيبني عايزة اقولك حاجة عايزة اقولك حاجة حاضرت النبي علمنا ان هو لازم الجواز يبقى بالرضى حاضرت النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هي لازم تكون راضية هي اللي هتعيش في المعاه ما تقلقش عليها لو عايزنا اكلمها اكلمها بحاجة واحدة بس بنتي العزيزة يا بنتي الحاجة عبدو الله يكرمك الله يكرمك ويبركلك ببساطة خالص خلي عندك معايير والمعايير دي تكون معايير للعشرة الحسنة وخلي المعايير دي تهي الحاكمة لك ما تخليش اي هوا او شيء داني يبقى يعني يضيع تفكيرك ويطلع احساسك لابد ان انت تكوني مركزة في المعايير ما يكونش دوت عشان اي حاجة تانية غير المعايير فاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية عشان يجاوب على اسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الاستاذ حسام استاذ حسام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك مولانا ربنا بارك فيك نعم وفضل اتفضل يا فند الله بارك فيك حضراتك انا متجاوز بقبالي نهار 18 سنة على سنة الله ورسوله طيب تمام والحمد لله رب العالمين بكل امانة بكل صد انا كنت متجاوز تمام ربنا باك اتجار في التجارة بأبيع واشتري واشتري حاجات وبيع والحمد لله مستورة والحمد لله امراتي مع جزء من المال اخد اشتري لي ده اتعب واروح واجي واشقى وبالليل وصفر وروح وتعالى كل ده وهي ملاش علاقة باي حاجة تعالي امضي اروحي امضي اكتر من كده مفيش المهم شكيت في السهرفاتها ففي واحد رحمة الله عليه قبل ما يتعطف بعتلي تسجيلات ما بينها وما بينها هما الاتنين وانه هي بتقوله انه انا متجوزاني عشان استفادة وليس جواز مش جواز ده استفادة او انه هي حطاني سوري في اللبس زي الشب شب او الجزمة لا بلاش الالفظ دي بلاش الالفظ دي ما يعني انا بوضح عشان حداك طيب وبعدين وبعدين المهم انا اكتشفت الحوارات دي مع واحد واثنين وثلاثة واربعة تمام الراجل قبل ما يموت خلص دميره راح باعيك لكل الكلام لا وما خلص دميره ولا عزو بالله الله يسمحوا بقى ولابد انه يكون ان شاء الله يكون تابعا المصيبة اللي هو اعمالها لا 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 ده راجل ده راجل ده راجل مفسد ده راجل مفسد كلام داخل وكلام مش عارف ايه ده راجل مفسد ان هي متجوزاني عشان يا سيد حسين اللي عمله الراجل ده ده فساد عريض ده فساد عريض وخراب بيوت اتفضل يا سيد حسين خلاص يعني هي خانت هي حسابة عند ربنا وانا مش هدايع نفسي عشانها اه لكن انا خلاص هتلقها تمام استنى بس يا حاج استنى بس يا حاج حساب انت دلوقتي انت دلوقتي بتقول ان هي تكلمت عنك كلام سلبي واشتيمة وقلة ادب وكل حاجة كويس لكن وبقى ثم ثم ايه اللي حصل ايه حدثك قلت لفظة خانت خانت اه خانت بتكلم مع رجالة راجل واثنين وثلاثة واحد بيقول لها ما جايبات عندك والتاني بيقول لها طيب خلاص كمل بقى فين السؤال بقى السؤال هنا دلوقتي انا المكاسب اللي انا كنت بديها لها دي كلها هل حق ليه تعب فيها لا ما يحقش لان انت هقولك ليه انت بتقول لي دلوقتي انا دلوقتي انا كنت بتجر لها وبدلها فلوس وبجيب لها ارباح وما كنتش باخد مقابل صح كده ما باخدش مقابل لا كويس فانت بتقول دلوقتي لو هي جابت اي حد يشتغل لها ويتجر لها في الفلوس دي ويشغل لها فلوسها دي كان خد نسبة من الفلوس دي صح كده وهي قالت وهي قالت أنا بدل ما جيب حد دلو فلوس اهاركن ده جنبي يعمل اللي انا عايزاه طيب ده اللي انت بتقوله صح كده طيب فانت بتقول دلوقتي انا بقى تعويضا وانتقاما اللي اللي حصل لي مش انتقام ده تعب وشاء ومصري لا ما تعب وشاء التعب وشاء دوت عشان تاخد فلوس لازم يكون بالاتفاق وبالتراضي اما وان الكلام دوت كان بغير الاتفاق وبغير التراضي فانت عملت الكلام ده متبرع ومحد اسمع بس يا حج حسام ومحدش بياخد مقابل بص يا سيدي احنا مش بنعمل الاخلاق الحسنة عشان الناس تقابلنا بده احنا بنعمل الاخلاق الحسنة لان ربنا سبحانه وتعالى يحب الاخلاق الحسن ولذلك انت اللي عملته دوت في ميزان حسناتك عند الله لكن مسألة ان انت تاخد عليه ان انت تطالب عليه بأجر ولا حاجة لا مش من حقك لان انت كنت متبرع عندما فعلت وقمت بهذا العمل يعني انت لما قمت بدور كأنك انت المضارب اللي انت بتضارب لها بالفلوس دي بتضارب بالفلوس يعني ايه تاخد تتجر لها وتجيب لها المضارب بيبقى ليه نصيب من الربح وانت ما اتفقتش معه بدلا ما اتفقتش معه فده نبل منك لزوجتك اللي هي ما زالت زوجتك فانت ده نبل منك وليس من حقك انت طالب بأجر على ذلك لان انت عملت اللي كان يجب على اي رجل شهم اي رجل نبيل انا نصحت في الحقيقة ان احنا واضح ان احنا ما قعدناش جلسة مصارح واضح ان احنا سمعنا الكلام ده وبس وقررنا القرار ده انا شايف ان الكلام ده لازم يكون فيه اول حاجة لازم تحدد انت ايه اللي واجعك وان اللي مضايقك عايز تكمل ولا مش عايز تكمل لو عايز تكمل اتفضل الى مركز الارشاد الزواجي عندنا في ضليل الافتاة المصرية وتعالى نتكلم ازاي الحاجات اللي حصلت دي تتحط في حجمها الطبيعي ونعرف ايه تفاصيلها بدل ما تسمع من ده وده والناس اللي عايزين يفسدهم بينك وبينها يقولوا لك ان الكلام ده حصل مع راجل وكانت تتكلم رجالة احنا عايزين نكون نقف على الحقيقة فلابد ان احنا نقف على الحقيقة ولابد ان تكون في جلسة مصارحة وتكون جلسة ديت جلسة ليها هدف اما الهدف ان احنا نكمل مع بعض وانا شايف ان احنا نقعد ونشوف ايه اللي يحصل نشوف الحقيقة ايه الاول ولا تتبني كمان عليه علاقات سليمة بل تتبني عليه علاقات والعزو بالله مسمومة سيئة يا سادة احنا نتكلمنا على المشاركة النهاردة مشاركة ما بين الزوجين مشاركة ما بين الزوجين دولة بالزبط عاملين للجواز زي الرئتين ماينفعش ان الرئة فيهم توقف لازم الرئتين يشتغلوا ولازم نكون احباب وقاربين من بعض كل ما كانت المشاركة دي كل ما كانت المشاركة دي حقيقة كل ما كنا قريبين من نعمة ربنا عايزين تدوقوا نعمة ربنا خلوكم في بيوتكم مشاركين لبعض محدش يسيب التاني يشيل حمل لوحده خليكم قريبين من بعض كل ما كون كل واحد فينا بيساعد التاني ولو بكلمة حلوة وهو شايل الحمل سواء حمل البيت او حمل الغيط حمل الشقة والسعي والكسب الحلال كل ده محتاج كلمة حلوة محتاج طبطبة محتاج حنية عشان بالحنية تبقى الدنيا مليانة نعمة ويبقى فين مدد من ربنا سبحانه وتعالى املوا حياتكم نعمة وبركة وفتح من الله سبحانه وتعالى وخليكم دايما داعمين لبعض ومشاركين مع بعض عمر ما البيوت هتكل ولا تقن لأن الكلمة الحلوة باب من أبواب رحمة ربنا يا رب الهيمنا السواب وجعلنا دايما في نعمتك وجعلنا دايما في ودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين